مليار مستخدم شهري ناشط عالمية منتشرين في أكثر من مئة وأربعين دولة طبعاً حول أو مئة وأربعة وخمسين دولة حول العالم يجعلون من تيك توك سادس أشهر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم هذا العام وفي المنطقة أعلنت تيك توك عن إطلاق سلسلة بودكاست بعنوى مستقبل قطاع التزجئة استعداداً للجمعة السوداء بحسب بيان الشركة ستصلت هذه السلسلة الضوء على تطور قطاع التزجئة في الخليج وسيستضيف السلسلة عارف يحيا رئيس قسم تجارة التزجئة والتجارة الإلكترونية في تيك توك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما حصلت تيك توك على إرادات تقدر بأربعة مليارات وستمائة مليون دولار في العام 2021 ارتفاعاً بمئة واربعين بالمئة على أساس سنوي كما شهدت المنصة نمواً بما يصل إلى خمسين بالمئة خلال العام الماضي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينضم إلينا في الاستوديو السيد عارف يحيا رئيس شركات الأعمال للبيب التزجئة والتجارة الإلكترونية في تيك توك مينا أحنا وساهم بك عارف ساعدين بوجودك معنا ومشاركتك معنا في البرنامج يعني أنا أريد أن أبدأ بهذه الأرقام التي استعرضناها قبل قليل أربعة مليارات ونصف المليار دولار في 2020 إرادات ارتفاع بـ 42% على أساس سنوي نمو أيضاً في المنصة يصل إلى خمسين بالمئة في العام الماضي هذه الأرقام ما هي المؤشرات التي تعطينا إياها؟ بالطبع هي مؤشرات يبدو أنها واعدة وهناك أفق واسع شكراً محمد أكيد المؤشرات واعدة بشكل عام أفتكر كله ينطلئ من الهدف الأساسي للشركة اللي هي شركة بايت دانس اللي تيك توك جزء منها نحنا اليوم الهدف شركة هو إلهام الإبداع ونشر الفرح وهذا الهدف هو منه حصري على منطقة معينة أو بلد معينة أو فئة عمرية معينة فمن حول السنة جوازنا المليار مشترك بتيك توك أكيد هذا الرقم بيضل يزيد ومن ضلنا نحاول القدر المستطاع أن نشتغل مع شركاتنا بمنطقة الخليج ومنطقة المنطقة العربية بشكل عام لنحقق هذا الهدف ونحقق أهدافهم بنفس الوقت عارش وهمية المنطقة منطقة الشرق الأوسط من المليار شو حصتها؟ نحن اليوم الأرقام بدلا تتغير من غير ما نفوت بحصة معينة بس يعني كم هو مهم سوق المنطقة السوق كثير مهم ومهم على كذا صعيد مهم على صعيد المحتوى اللي نشوفه المحتوى بدول مجلس تعاون الخليجي هو من أكثر المحتوى اللي نلاقي التفاعلية على المنصة وبنفس الوقت شراكينا بالمنطقة عم يحصدوا على أهدافهم هنة اللي هي أهداف العلاقة بالأعمال والأرباح من خلال فهم المنصة وطريقة استعمال المنصة كعالمية تجارية مش بس كأشخاص طيب في هذا المجال اليوم نتحدث عن سوق الإعلانات التي تسهدف هذه المنصات نتحدث عن قطاع التجزئة والتجارة الذي يسهدف أيضا مثل هذه المنصات اليوم الفرص أين تكمن في المنطقة فيما يتعلق بسوق الإعلانات والتجارة والتجزئة؟ أول شيء إذا نأخذ قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية هو من أكثر القطاعات اللي اضطر أنه يعيد ابتكار نفسه من بداية جائحة كورونا ولهذا الشيء نحن اليوم وقتا نشتغل مع شراكينا نلاقي أنه عملية الابتكار وعملية التحول والتطور اللي عم تصير بهذا القطاع لازم نظلنا مواكبين ولهذا السبب أطلقنا سلسلة البودكاست اللي حضرتك تكلمت عنه لأنه عم نلاقي أنه الحديث على قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية هل كم يوم عم ينحصر بس بهل حنكون بعالم افتراضي أو حنكون بعالم حقيقي ولكن في كتير أشياء أكثر أهمية ومثيرة للاهتمام عم بتصير بهذا القطاع تيك توك بالتحديد علاقته بهذا القطاع أنه تيك توك عم يساهم بتحويل القطاع وتحويل العمل بهذا القطاع من مجرد معاملة تجارية لتجربة تفاعلية وهذا الشيء بتعلق بالمحتوى اللي بتلقيه على المنصة طيب هذه النقطة تحديدا هل تلاحظون أي اتجاهات تتعلق بمستخدمي تيك توك في المنطقة وين تتجه أين تتركز هذه الاتجاه نحن مستخدمين تيك توك اليوم عم يستخدموا التطبيق بطريقة كتير عفوية وبلغة بتختلف عن كل اللغات اللي كانوا يستخدموها على منصات التواصل الاجتماعي لهيك نحن اليوم نقول أنه تيك توك منصة تجلب الفراح بس منها منصة التواصل الاجتماعي هذا الشيء بتعلق بالخوارزمية تبع التطبيق بحد زيتا اليوم تيك توك بيشتغل باست على الرسم البياني تبع المنصة بيعطيك محتوى كمحمد بيختلف عن المحتوى اللي أنا بشوفه وهذا المحتوى هو بيحفظ الناس أن تشتري العالمات التجارية فمسأل كتير بسيط في هاشتاق على تيك توك اسمه تيك توك ميد مي بايت أو تيك توك أحفزني على شراء هذا المنتج تجاوز 27.5 مليار مشاهدة بخلال فترة السنتين اللي فاتوا والعالم على تيك توك عم يستعملوا هذا الهاشتاق لا يكتشفوا علامات تجارية ومنتجات مختلفة يعني المستخدم يستخدم هذا الهاشتاق تحديداً لينصح به الآخرين مئة بالمئة حتى لهؤل ما بيشتغل العالمي طيب بس كيف تتتبع يعني يمكن بعض المنصات تتتبع اهتمامات المستخدمين في تيك توك لا تتتبعون هذه أو تعتمدوا على المستخدم نفسه في بث هذه الإعلانات بتيك توك كل شي بيصير على الفوريو بيج اللي هي الصفحة الرئيسية اللي هي لألك اللي هي بتختلف بين كل مستخدم ومستخدم الأعلانات أو الحلول الأعلانية والتسويقية معظمة بتنحط بالفوريو بيج فنحنا دائما وقتا نشتغل مع شركائنا وقتا عم يحاولوا يعملوا حملات تسويقية منطلب منهم أنه ما تعملوا أعلانات عملوا تيك توك ونحنا علينا مسؤولية أنه نساعدكم كرميل هذا الأعلان أو هذه الرسالة تطلع بشكل كتير عفوة وعدوة على المنصة طيب في هذا التحديد يعني العلامة التجارية نفسها كيف تستفيد من هذا الانتشار لمستخدم تيك توك والمتابع له مثلا هذا الشخص أو هذا من خلال كذا طريقة في وضح طريقتين منهم أول طريقة هي الشغل مع صناع المحتوى على تيك توك لأن صناع المحتوى هنا أكتر ناس بيعرفوا يوصلوا رسالتك كعلامة تجارية للمستخدمين على تيك توك بطريقة عفوية وبطريقة طبيعية ونحن كرميل نساعد بهذا الشيء أطلقنا منصة تيك توك كرياتر ماركت بلايس اللي هي نقطة التقاء بين العالمة التجارية وبين صناع المحتوى بالعالم العربي وتاني طريقة هي استخدام الحلول التسويقية الموجودة على تيك توك اللي هي بتختلف حسب الهدف الهدف فيه يكون وسع الانتشار أو زيادة التوعية أو فيه يكون الهدف ببساطة زيادة المبيعات مثل مرحلة الجمعة البيضة اللي هي بتصير بشهر نوفمبر طيب هل المستخدم والمستفيد من تيك توك على علم بهذه الأدوات التسويقية التي توفرها تيك توك؟ أكيد لأننا اليوم كمستخدم بشوف محتوى كثير عضوية بشوف محتوى صناع المحتوى وبشوف أعلانات على تيك توك المستخدم اليوم على تيك توك كثير عنده تقبل للعالمات التجارية تكون موجودة الشيء الوحيد بيطلبه هو كيفية الحكة مع العالمات التجارية بنقول خلينا ما نصرخ على المستهلك على تيك توك بس نتكلم مع هذا المستهلك بطريقة طبيعية معلش هيوضح ليه كيف ما نصرخ على المستهلك؟ ما نصرخ يعني وقته تحط أعلان وتحط نفس الأعلان اللي هو يمكن معمول لتيفي مثلا وتحطه مثلا عشر مرات بنهار نكون كأنه عم نصرخ على هذا المستهلك وقته نحكي مع المستهلك ونكون عم نستعمل نفس التيك توك اللي هو بيستعملها بحياته اليومية وقته يكون يا عم يصنع محتوى على تيك توك أو عم يشاهد محتوى على تيك توك فوقت العالمة التجارية تعرف تستخدم تيك توك بشكل سلس وبشكل طبيعي فيه كميك تقبل كتير عالي من شوفها من المستخدمين طب بما أنا أكأشرت للتيفي يعني هل التيفي فقد هذه المنافسة أمام هذا الحضور القوي لمنصات التواصل الاجتماعي هي المنافسة موجودة بكل الوسائل نحن نحاول أن نميز تيك توك أنه من موقع التواصل الاجتماعي هو موقع فيديو أصير لا يلهم الإبداع ويجلب الفرح طب عرفي بالتأكيد في منافسة بين المنصات الأخرى يعني دون أن نسميها لكن أنت اليوم كيف توصف سوق المنافسة أو المنافسة في داخل هذه السوق نحن بالنسبة لأننا نركز أكثر مش على المنافسة بس نركز على شركائنا بالمنطقة أنا شخصياً بهتم بقطاع التجزء أو التجارة الإلكترونية أنا أكثر من خمسين شركة هنا شركاء تقريباً بشكل يومي نتواصل معهم ونشتغل معهم لتحقيق أهدافهم وتحقيق الهدف ما بيصير من خلال حملة أعلانية مرة واحدة على تيك توك بس من خلال بناء شراكة اللي هي على المدى الأطول طيب بالتالي في ظل هذه الشراكات كيف يبدو لك مستقبل هذا القطاع قطاع التجزئة والدور اللي ممكن تلعبوا تيك توك في تشكيل مستقبل هذا القطاع أيضاً نحن نلاقي أنه دور تيك توك هو أنه نظلنا عم نحول الشغل بقطاع التجزئة بين مجرد معاملات تجارية لتفاعلات أكتر ولتجربة أكتر ولنقدر نساعد بهذا الموضوع ولنكون كثير منفتحين على كل الأراء الموجودة بالسوق أطلقنا هذه السلسلة هي بعنوان مستقبل قطاع التجزئة وعم نلاقي أنه الأراء كتير مختلفة يعني فيه مثلاً استضفنا sixstreet.com فتحوا فيجتل ستور بمول بي دوباي اسمه دوباي هيلز طريقة التطور تبعهم كتير مختلف مثلاً عن الأراء اللي أخذناها من رئيس التنفيذي لشركة يوكس نتا بورتين سلينش إير اللي هي أكتر علاقة بالسستينبليتي ومستقبل الأزياء الفاخرة بالمنطقة ففي كثير شيء عم تتير بهذا القطاع فالجواباً على سؤالك هيكون كثير طويل فقالنا خلينا نطلق هذه السلسلة لأن نقدر نجاوب على السؤال مضبوط شكراً لك عارف يحي أنا أتمنى لكم التوفيق دائماً رئيس قسم قطاع التلزي والتجارة الإلكترونية في تكتوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ساعدين بوجودك معنا في البرنامج وعلى شاشة السر شكراً لحمد اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرغ على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع سبا معي أنا سبا عودي